قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفاضي قال إن وقف إطلاق النار في غزة يمثل مطلبا دائما لبلاده وللشركاء في المجتمع الدولي مثمنا الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للصفاضي ونظيره اليوناني حيث أكد الصفاضي أن العدوان الغاشم على غزة لن يحقق أمنا لإسرائيل ولن يحقق سلاما في المنطقة الأمم المتحدة ومنظماتها غير قادرة على توزيع الغذاء والدواء وبالتالي نحن أمام كارثة إنسانية غير مسقوقة إسرائيل لا تمنع وصول الغذاء والدواء والماء والخدمات إلى غزة فقط لكنها أيضا تمنع المنظمات الأممية من إيصال القليل من هذه المساعدات إلى محتاجها في غزة